هل يمكنك إحترامنا؟ لا نريد صحراء أو نريد فهر عاصمة الغرب نص صحراء أعزاز علينا ونريدهم مستائن جداً من تصريح هذا الوزير لا مسؤول ووزير الذي لا يمكنه أصلاً إحل مشكلة سيولة النقدية والمالية السلام عليكم رايان، سمية، توفيق، وسهل خير فاطيمة، أهلاً وسهلاً لا تكون في حوالك تجد تجد تصريح وزير البريد والاتصالة السلكية والسلكية من وهران وين يقول ما نشف الصحراء باش ما تكونش كونكسيو أنترنت وناس الصحراء أعزاز علينا وراهم مستائن جداً من تصريح هذا الوزير لا مسؤول وزير لي ما قدرش أصلاً يحل مشكلة سيولة النقدية والمالية واللي يسب ويهين في ناس الصحراء ناس الكرم وناس الصحراء العزاز علينا وناس الصحراء هما اللي وكلوك وهما اللي شربوك وهما اللي قراوك يا وزير آخر زمان هذه هي كنت رح أطلع عليكم لحكي على أشياء أخرى لكن استفزني كثيراً تصريح وزير البريد والاتصالات بزاف وشفت في مواقع تواصل اجتماعي غضب كبير السكان وأهلنا في الصحراء وشفت حتى شيخ من الأغواط وين رد على الوزير لأنه فعلاً مش سهل أنك تلقى مثل هذا الأمر من وزير في الحكومة وين يقولوا الجزائل الجديدة أمايا من بجايا مساء الخير ومرحبا بيك معنا في هذا البث المباشر أنا بلي غيبت عليكم بزاف كنا من البيام وكنا من بعد مع الباك ومن بعد غبط لظروفنا كنت أحكي على مواضيع في هذا البث المباشر اليوم لكن قد لكم استفزني كثيراً تصريح وزير البريد والاتصالات لأهانس وكان الصحراء تصريح وهذا وين يقول باللي أنه لا يوجد في الصحراء أفضل كونكسون أنتم اللي حبيتوم أن الصحراء يكون فيها كونكسون لأن الناس كانت لديها بلدان صحراً وهم حvirوا جنة وحيضوا من أكبر البلدان لكن من أمثلكم أنتم المسؤولين الذين لا يتم في المناصب أن تضربوا بها المثل وتهينوها رغم أن هذه الثروات التي تحمي في الاقتصاد الجزائري ويتيم فيها المداخل للجزائر منذ سنوات هدية ربما الإطلالة اللي أحبي تنقولها لكن ما يحظ في نفسي أنه وزير في الحكومة وفي الجزائر الجديدة يتحدث بهذه الطريقة من مدينة وهران وينهين كل سكان الجنوب اللي فيه ناس طيبين في حفظة القرآن في علماء في ذكاتر في باحثين وفي إطارات في الدولة الجزائرية وغريب كما يقول الأخ كما دبي دبي كانت قطعة من الصحراء وحولوها فرق شاسع ما بين الجزائر اليوم صحراء الجزائر وما بين دبي اللي حولوها فيها كل المرافق فيها أعلى برج في العالم فيها كل المرافق حتى تلج داروه في صونتو كوميرسيال في مركز تجاري وينتخدمت لعب في الجليد نور لهدى صحيح والله غير عيب ناس صحراء أغلى شأنا وليس من الأخلاق اللي يرد ويهين بهذه الطريقة خاصة أن اسمه وزير نظن أنه الكلمة المرافقة لإسمه يحترمها أقل شيء والله شوفوا كل مرة أنا حرت في هذه الجزائر يعني كل من تهنوا من مشكلة إلا ويطلعون مشكلة أخرى بتصريحاتهم بأقوالهم غلامة أولى وكلامهم هذا اللي يهين في كل مرة منطقة في كل مرة جهة في كل مرة شخص عيب والله غير هذا ما أهانش فقط صحراء الجزائرية كما تقول ميس صارة شيلسي صح أهان الجزائر ككل لأنه مننا وفينا ناس صحراء ناس صحراء أهلنا ناس صحراء نزوروهم ناس صحراء يجونا ناس صحراء عدنا أصدقاء ناس متناسبين من ناس صحراء هذه الجزائر ككل لما تتحدث بهذه الطريقة أنت توهين الجزائر ككل أينما كان مش فقط في صحراء الجزائرية غريب أمره كنت نحن نحكي على أشياء أخرى تماما في هذا البث المباشر لكن الموضوع فرض نفسه لأنه لازم مثل هؤلاء المسؤولين اللي يسمون روحهم وزراء اللي يسمون روحهم مثقفين اللي يسمون روحهم إطارات نوضعهم عند حدهم أنت يا وزير السيولة النقدية عجزت وأهنت كل الشيوخ وكل المتقاعدين عفوا أمام مراكز البريد منقبل العيد الكبير أهنتهم شرتهم مات إنسان في تلمسان شيخ كبير هو ينتظر في طابور الانتظار أمام مركز البريد وعدنا هالكم وتحمل عليه وقلنا ما عليش الآن زد جي وتهين سكان الجنوب الجزائري وتهين كل الجزائري بهذا التصريح وين تقول ما نشف الصحراء باش ما تكونش كونكسيون يا أخي أنا هنا أنا في الجزائر العاصمة كونكسيون خلينا نقولها لك أضعف أنترنت واش معناها هنا الصحراء واش معناها منشف الصحراء واش معناها منشف الصحراء يا أخي أنتم اللي رجعتوا لبلاد صحراء بالمعنى هذا الصحراء القاحلة أنتم اللي خليتوا هاد البلاد هكذا ومرة أخرى زد تقول وتهين سكان الصحراء يا أخي هم أشرف منك وأطيب منك وأرقى منك وهم مننا وفينا وانت أهنتنا كما أهنتهم اليوم ويحس في نفسي أنه شفت هذا الشيخ من الأغواط يرد عليك يا الوزير لما وصلت أنه الشيوخ وكبار السن تقلقوا من هالتصريح وما تعتدروش وما تعترفوش وما تستقلوش وما تقولوش رانا عاجزين ورفشلنا ودايما تحصلوها في المواطن وذلك تقولوا أولو لتصريحي وخرجوا على السياق وشنو إلى أين إلى أين إلى أين إلى أين وراكم رايحين بيها وراكم رايحين بيها يا أخي وين هذه وانا ما شفت الجزائي الجديدة وراهي الجزائي الجديدة وراهي الجزائي الجديدة ونحن نحكي على أشياء كثيرة ونحكي على الشيخ والعجوز سيد ابن عباس اللي انتقاها من دار العجزة وتزوج بيها يعني في زواج آخر العمر كنا رح نفتحو بسمة أمل كنا رح نتناقشو كنا رح نجادلو كنا رح نحكو ونفضفضو على بعضنا ويأتي تصريح هذا الوزير اللي لم يلقش حتى عليه اسم وزير ويفسدنا المزاج وما كنت شو الله ما كنت رح نطلع أصلا في هذا البتل المباشر لأنه قلت لكم يا لحداش يا لحداش ونص ونطلعت على لحداش واربا لأنه قلت نطلع ولا وش رح نقول ولا خايف نقول كلام يخرج على السياق تقلقت تقلقت ولا غير تقلقت قلت ما نطلعش أبدا ونعتذر منهم قلت ما نش طالع خلاص خلاص يا أخي في خريطة في الأحوال الجوية وسكان الجنوب دائما تهينوهم تقولوا باقي أنحاء الوطن ما تذكروا حتى ولايات غلا أغرام أنها تمرس وبشار وأدرار وغردايا وإيليزي وتندوف وبسكرا والواد ما هيش ولايات كثيرة حتى تقولوا باقي أنحاء الوطن حتى في الأحوال الجوية ما تذكروهم على مر صنين حتى جاءت القنوات الخاصة وان عادت تذكر هذه الولايات الجنوبية من الصحراء وانتوا في تلفزيو الجزائر وتذكروا هذه الولايات وتقولوا في التاصيل وفي الصحراء وفي تمرس وفي أدرار مقبل ما كنتوش تحكوا أصلا على هذه الصحراء أنا روحت مرة لتمرس أول كلمة قالوا هالي علاش دايما نحن يهم هذه من حوالي سبع سنوات أو أكثر قالوا لي علاش حنا دايما نقولوا باقي أنحاء الوطن ما يذكروا حتى ولايتنا بالإسم ويقولوا عننا بوسكيكدا والطارف والقالة وجيجل ووهران وتلمسان والعاصمة وتزيوزو وسطيف وقالمة وتبسة والجلفة والغواط وما يقولوش على سكان الجنوب اللي هي ولاية قليلة يا سيدي حتى يسمعوا اسمهم عزلتوهم والآن تهينوهم وتقولوه ما نشف الصحراء باش ما تكونش كونكسيون يا سيدي المصورة كما يقولوا التي خلطوا حتى تهينها وكانو هذا هو ذنبهم صحراء أنهم لم يتركic وذنبهم أنهم كانوا ما كانوا تغطية ذنبهم أنهم لم يترك ذنبهم أنهم معزولين ذنبهم أنهم لا يكونت تنمية ولم يكون تصل ليباً بما يفيد ذنبهم أن الطريقة توجد ومعارضة الرملية والريمال تقوم بإضافة لهم الطريق وذنبهم أن الطريق القدر لا كانت وذنبهم أن الماء الصالح للشرب لا كانت وذنبهم 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 وانت الآن يجب أن تقول أنه لا نشف الصحراء لكي لا تكونوا بالتوصف من الوحران من الوحران يقول هذا شيء وزير في دولة وحكومة في جزائر جديدة كما رمي يقولونها وكيف لا تخرج من عقلك وكيف لا يردونه عليه سكال جنوب وكيف لا يتحدده هذا الشيخ من الأغواط وما يعملش فيديو في مواقع التواصل الاجتماع لكي يرد عليك يا الوزير يا لهذا الاسم أصلا ما يجيش عليك وما يجيش في منصبك وما يجيش على هذا أصلا وما رأيك تقول يا سيدي استقيلوا عجزت استقيل أعترف بس حتى لا تهينش سكانه لكن ما أهنتنا إحنا سكان الجنوب مننا وفينا هذا هي ربما الإطلاع اللي أحبت أن تقول أنا لم أكن شرح نطلع أبدا في هذا البت المباشر إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير الأيام المقبلة إن شاء الله تكون نبث مباشر ونرجع بقوة إن شاء الله على مواقع التواصل الاجتماعي شاركوا هذا البت رح نخليه إن شاء الله وهذه هي تفائل وخيرا تجدوه إن شاء الله غدواء نفرحوا باللي ما فرحوش من قبل في الانتقال إلى الثانوية عبر شهد تعليم المتوسط ربي يفرحكم إن شاء الله غدواء وتفرحوا والديكم ونشوفكم في الثانوية ونفرحو لكم في الباك إن شاء الله وتحية خاصة لطلبة البكالوريا دروف لي جوزوا فيها إن شاء الله تكونوا بخير وارتحتوا إن شاء الله الضغط نفسي رح عليكم وإن شاء الله تفرحونا بالنتائج وطالب أيضا لا يوهان هذا هاشتاغ على تويتر للطلبة الجامعيين بالتوفيق أنتم أيضا صوتنا هو صوتكم وإن شاء الله إلى الأمام لأن الطالب الجامعي هو روافد من روافد التغيير والاقتصاد والتنمية في البلاد فما بالك إذا كان طالب جامعي تحية لكم دمتم في رعاية الله وحفظه وسلام موسيقى موسيقى المواطنة يتبعون تحية للمواطنة ويقولوا الاخر يذهب إلى السيطة يجب أن يتحية للمستغرين لا يوجد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرق المساعدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني أخواتي المواطنين اليوم الله تأسف شفت واحدة ظاهرة على شبك تواصل الاجتماعي فتنة تأويلات تحريفات لتصريحات كان عندنا زيارة ميدانية لولاية وهران أين عيننا مجمع سكني أكثر من 40 ألف سكن سكني أكثر من ثلاث سنوات دون تغطية من هاتف نقال نثابت وتكلمنا مع متعبين هاتف نقال عبرناهم على عدم مريضانا وطلبنا منهم يحترموا التزامات تعاقدية الموجودة في دفتر الشروط حق المواطنين في التغطية بعض الأحيان يتحجوا يقول لك ما كاش مردودية اقتصادية كيف يعني؟ وهران مدينة كبيرة كثفة السكانية كبيرة 40 ألف سكن يعني ما فيش تحجد بعد مردودية التغطية لذلك ذكرنا المثال تعجنوبنا الكبير الشاسعته والكثفة السكانية في بعض المناطق ما تسمحش مردودية تعمل شروع وذلك يتحجوا يطلبوا تمويل كتعويض ودول الجزائرية وضعت ميكانيزمات لضمان الولوجية للتكنولوجية على المتصال بصفة متكافئة متساوية لكل مواطنين عبر كل ربو على الوطن لتعطيط تعويض لبعض المتعاملين لهاتف نقال في بعض المناطق المفهاش مردودية اقتصادية عن طريق صندوق الخدمة الشاملة ونحن مبقينا الشعن مكتوفي الأيدي والحمد لله إزدنا سمعنا مع المتعاملين وفهمنا المشكل كانت إجراءات بيروقراطية ومشكلة قطع أرضي الوضع الهوائي ونشكره سيد الولي لتجاوب معنا والحمد لله لقناةهم الحل ومبشرهم اليامات القادمة إن شاء الله سيشرع المتعاملين تقاسم بنية تحتية تجسد ميدانيا بش يكون تغطية أحسن لمواطنين نحن كنا السباقين في زيارتنا الميدانية الأولى وليت غردايا لتمثل مخاوتنا في غردايا كان مشكل طريق وطني دون تغطية 300 كم دون تغطية أي تغطية وقمنا بأخذنا الإجراءات اللازمة ما كانت وعود وعودت جسد ميدانيا اليوم طريقة بريزينا فيه تغطية تغطية بطريقة مبتكرة لأنه بش نمدل لأيف بصارية مكلفة وتأخذ وقت ضمن لهم تغطية تعني قال باستعمال القدورة الساتيلية تعني الكومسات واحد هذا المشروع اللي نجحنا فيه وكان طريقة ناجحة الحمدلله اليوم نجسدوه ونعموه في كل ربوع الوطن خاصة في المناطق الجنوبية الشاسعة اللي كانت مكلفة وتأخذنا وقت بشي تكون إمداد الألياف البصارية في بعض المحاور الطروقات لكن طريقة بنود ربعمائة كيلومتر بدون تغطية اليوم دولة الجزائية تضمن ولوج لكل مواطنين للتكنولوجي الإعلامي الاتصال في كل ربع الوطن شرقا غربا جنوبا في الهضبع في كل ماتق بدون تمييز كل الناس عندهم حق في الولوج بصفة متكافئة بنفس النوعية إن شاء الله التكنولوجيات ليستغاية وإنما وسيلة يعني خلق مناصب شغل خلق محتوى بناء محتوى هادف خلق قيمة إضافية ولكن ليس هي منبر لفتنة دعوات لكل شبابنا شبابنا الخلاق اللي عنده إمكانيات اللي عنده أخلاق ماذا بينا هذه التكنولوجيات نستعمل لهم حاجة تنفع وطننا نديروا اليد في اليد ما تكونش منبر فتع فتنة خلقنا في الصحراء أرهم هنا يعرفوني ونعرفهم كليت الملح ومكلوا ملحي مكاش مجل فتنة هذه التصرفات ما تزدنا إلا عزيمة لوصول لأهدفنا إحنا أهدفنا مسطر والحمد لله بفضل وفاء المخلصين لهذا الوطن وتضافر كل جهود نوصل أهدفنا أهدفنا إن شاء الله تحسين البنية التحتية ضمان ولج لتدفق عالي ذو نوعية جيدة لكل ربوع الوطن بصفة متساوية وتكافؤ الفورص لخلق مناصب شغل لخلق الثروة لخلق الابتكار والمحتوى الهاتف بارك الله فيكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة